طيب مباراة الاتحاد النهاردة مباراة غاية في الصعوبة يعني أنت كأنك بالضبط كنت هتلاعب برضو نادي الزمالك النهاردة لأن فرقتين كبار جدا وفرقتين عندهم مقاومات عالية وبالتحديدنا نتكلم عن الاتحاد السكندري لأن الأهلي كان لعب الاتحاد في كاس مصر في دور قبل النهائي وكانت مباراة غاية في الصعوبة وشفنا المقاومات العالية الفنية الموجودة في فريق الاتحاد السكندري سواء جاس فني طبعا كابت حسن حسن من المدربين الكبار جدا وبعض العناصر المهمة جدا في صفوف الاتحاد السكندري فبالتالي خليني أقول لحضراتكم سريعا بعض الأرقام اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الأهلي مع الاتحاد في بطولة الدوري لعبوا 118 مباراة زي ما حضراتكم شايفين كده الأهلي فاز في 77 والاتحاد فاز في 16 مباراة تعادلوا في 25 مباراة الأهلي أحرز 199 هدف إن شاء الله النهاردة نشوف من اللاعب صاحب الهدف رقم 200 وفي المقابل الاتحاد السكندري أحرز 73 هدف أكبر فوز النادي الأهلي كان 6-0 وأكبر فوز الاتحاد كان 4-1 خليني كمان أفكر حضراتكم بقائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم واللي فيها 22 لاعب في ظل تواجد بإذن الله مستر بيتسو مستماني على رأس القيادة الفنية بعد شفاء وتعافي من فيروس كورونا ربنا يشفي وسلم الجميع يا رب قائمة النادي الأهلي محمد الشنوي علي لطفيا مصطفى شبير محمد هاني أحمد رمضان بكم ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون وسعد سمير علي معلول ومحمود وحيد أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وليد سليمان حسين الشحات كهربا صلاح محسن طاهر محمد طاهر مروان محسن بيعود النهاردة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان دي قائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم التشكيل أكيد هيعلن خلال دقائق من دلوقتي أو بعد ساعة تحديدة